السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معنا فرصة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب وضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاع عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا. ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا ستسلة فرص التطوع والصفر الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة. بالاضافة كمان كنا وفرنا فرص التطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف. وكانت عملية التقديم والقبول في حصرينا عن طريق قناتنا. وتم علينا الفايزين في هذه الفرصة. وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جا كتير. التقديم والقبول في حصرينا عن طريق قناتنا. اضافة ان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم نخلالنا بشكل احترافي. او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك احية جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل تسبسكرايب وتضغط على الجرس صوير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ان اوض كمان جماعة روابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. وروابط التقديم الخاصة به المنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاوم موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. هي فرصة تدريب ممولة بالكامل في كندا. الدولة اللي احلام بها الكثير من الناس. النهاردة معانا فرصة في هذه الدولة. اه الدولة المانحة زي ما قلنا كندا المدينة اللي هيكون فيها هذا التدريب هي مدينة اسمها مدينة اوتاوة. تمام? اللي هي كابيتل اوف كندا. عاصمة كندا. اه بالنسبة للجهة اللي مقدمة هذا التدريب او الجهة المانحة هي منظمة اسمها وورليد فود بروغرام. وبيرمز لها برمز ده تمام? ده رمز المؤسسة المانحة اللي عرضها فرصة التدريب. الدول المتاحة للتاتين في هذه الفرصة كل دول العالم متاحة للتقديم. سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم للفرصة دي بدون وجود اي مشكلة خالص. الهدف من التدريب واعمال المنظمة. يعني المنظمة دي هدفها من التدريب ده ايه? وليه عايزة اه اه انها تعمل التدريب ده? واصلا ليه المنظمة دي موجودة? بيقول لك ان دي هو برنامج الاغذية العالمي. وهو المنظمة الانسانية الرائضة في انقاذ الارواح وتغيير الحياة وتقديم المساعدة الغذائية في حالات الطبارئ. والعمل مع المجتمعات المحلية لتحسين التغذية وبناء القدرة على الصمود. وكمان عندهم تنمية الافكار للقضاء على اه القضاء التام على الجوع. يعني بمعنى صح ان المنظمة دي هدفها انها بتساعد الاشخاص. مسلا سواء اللاجئين الموجودين في كندا سواء الاشخاص المتضررين ما الى ذلك. عايزة تنمي فكرة القضاء على الجوع وان هي تعمل مساعدات للناس اللي يعني الناس اللي في مشاكل عندها في الغذاء وما الى ذلك. تمام? يبدأ اهداف المنظمة. آآ طيب مدة التدريب ده قد ايه? التدريب ده مدته ستة اشهر تمام? وآآ موعد بدء التدريب هم ايلين على الموقع ان هو بيختلف على حسب ترتيب ما بين الشخص والمؤسسة. يعني هما بيعملوا التدريب ده بشكل مستمر. وبيشترك معهم ناس بشكل مستمر على مدار السنة. فبالتالي انت بعد آآ قبولك انت بتقدر انك تتفاوض معهم في المعاد المناسب اللي هيكون آآ مناسب للمؤسسة ومناسب ليك انت ايضا لعمل هذا التدريب. فانت هتكون معاك مجموعة من الاشخاص الاخرين. فهينظموا وقت ليك وللاشخاص برضو الاخرين اللي هيبدأوا في نفس الوقت. تمام كده? وطبعا اي حد يعني من اي مجال او تخصص يقدر يقدم في الفرصة دي لان الفرصة دي هي فرصة تدريب. فبالتالي هتنمي عندك افكار كتير ملحاش علاقة بالتخصص آآ او اي شيء. لا هي فكرة مساعدة بس وانك بتاخد افكار جديدة وبتحصل على تدريب آآ من هزي المؤسسة. وطبعا بيكون الهدف الاساسي انك لما بتاخد التدريب مسلا في كندا وبترجع لبلدك تاني. بيكون الاساس هو آآ آآ انك تطور من يعني من الاشياء دي يعني من الاشياء الموجودة ببلدك. انك الافكار اللي انت اخدتها من هناك تحاول ان انت تتفاعل بيها في بلدك وانك تنقلها لاشخاص اخرين. فده بيكون اهدف التدريب بصفة عامل. تمام? طيب بالنسبة ليه التمويل في هزي الفرصة. عندنا التمويل صراحة ممتاز. آآ اول حاجة تذكر الطيران مجانة من بلدك لكندا. تذكر الطيران هتكون على حساب المنحة للناس المقبولة. مش هيدفع ايه تكاليف خالص. هيدوك في الشهر في راتب هيكون شهري. هيكون الف دولار لتغطية مصاريف المعيشة. هيكون معاك الف دولار شهريا. عشان يغطي لك مصاريف المعيشة واي احتاجات شخصية انت محتاجة. فهذه آآ يعني الرسوم هتكون ليك آآ لتغطية التكاليف المعيشة. تمام كده? كمان هيكون فيه بعد الانتهاء من التدريب هيكون فيه شهادة تثبت اتمام التدريب. يبقى انت كده لما تحصل على شهادة من كندا انك حصلت على تدريب معهم دي حاجة يعني كويسة جدا جدا سواء في عملك في دراستك في اشياء كتيرة. وطبعا فيه مميزات غيرها كتير انها مسلا تأمين صحي ممكن تساعدك فيه في حالة لقدر له حدوث مرض او حادث وغيره من الاشياء. آآ هنا عندنا ملاحظة ان هذه الفرصة متاحة للجميع من طلاب وخارجين. يعني لو انت مخلص دراسة تقدر تقدم. لو انت حاليا طالب تقدر تقدم. اهم شيء تكون مخلص السنوية العامة. تمام كده? ده بالنسبة لجزئية آآ الاشخاص المتاح للتقديم. المنحة دي كمان ما فيهاش حد اقصى العمر. الناس سنها كبير آآ يعني سنها مسلا آآ اربعين خمسة واربعين اقل اكتر. متاح ليوم التقديم. ما فيهش ده اقصى العمر فيه هزي المنحة. كمان المنحة دي لا تحتاج وجود شارط لغة انجليزية او فرنسية عند التقديم. مش محتاجين منك انك تثبت آآ تجيب شارط اي لتساوتويفل او اي شارط لغة انجليزية وفرنسية. ولكن الشرط الوحيد بتاعهم ان الشخص اللي يقدم يكون بيعرف اللغة الانجليزية والفرنسية. عشان يعرف يتواصل مع الاشخاص هناك. يعني هم مش طالبين منك شهادة بتثبت كده. ولكن انت لازم يكون عندك محصرة لغة انجليزية. يعني تقدر تفهم الاشخاص هناك. فانت كده تقدر تقدم. انما مسلا لو واحد زيره في اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية. فبالتالي طبعا هو لو راح مش هيررف يتواصل معهم. فمش هيبقى ينفع لي التقديم. عشان بس تكون النقطة دي واضح. الاوراق المطلوبة فيها هذه المنحة. مطلوب منك السيرة الذاتية بتاعك. تمام? يكون بشكل احترافي وبشكل كويس. اه تجهز خطاب نية يكون خطاب نية مكتوب بشكل كويس ايضا. وتملأ المنحة اونلاين. فيها هنشوفه بعد شوية. تملأ اونلاين وترسله ليه المنحة. ويبقى انت كده مع الاوراق دي قدمت بنجاح فيه المنحة. اخر موعد للتانين في هذه الفرصة هو واحد وتلاتين اغسطس الفين وعشرين. يعني باقي حوالي خمستاشر او ستاشر يوم. فهتحول تجهز نفسك وتقدم في هذه الفرصة. هنا عندنا ملاحظة وما تنسوش ان احنا قاقناة منح من كل الالوان. بنوفر خدمات كتيرة جدا. عندنا تلات خدمات بنوفرهم. اول خدمة خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزة. يعني لو عايز ان انت تقدم في هذه الفرصة من خلالنا. هتلاقي رابط استمارة التواصل معنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وكمان خدمة تانية وهي خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي. اه لو انت مسلا عايز ان احنا نجهز لك الاوراق اللي تقدر تستخدمها وتقدم بها بنفسك في اي منحة برضو هذا متاح. وخدمة التقديم لافضل وارخص الجامعات حول العالم على حسابك الشخصي. هذه الخدمة متاحة. وهتلاقي في صندوق الوصف اسفل الفيديو رابط كل اه استمارة عشان تملوها واحنا نتواصل معكم ان شاء الله. ويتم الاتفاق على كل شيء وترتيب كل شيء لك. تمام كده? هنا عندنا الاعلان الرسمي الفرصة وهنا عندنا التقديم. تعالوا نبص سريعا على الاعلان الرسمي للفرصة. اه اللي هو كانوا موضحين فيه كل التفاصيل. اه هنا ده الموقع بتاع الفرصة اللي هو وده بقى شرح المنحة وايه المدة بالتحديد. وهم قيلين ان الفرصة ممكن تبدأ واحد وعشرين سبتمبر الفين وعشرين. او بيتم تحديد الوقت يعني هي الفرصة هتبدأ من الوقت ده. الناس اللي قادر تسافر في الوقت ده تقدر تسافر. اللي مش هيقدر يسافر بيتم تحديد مواعيد اخرى بيتم ترتيبها بينك وبين اه المؤسسة المانحة. اه يعني على اساس الوقت اللي انت هتكون فضي فيه وبرضو هم متاح لديم وتقدر انك تسافر في الوقت ده. كل التفاصيل هتلاقوا موجودة هنا فتقدر انك تطلع عليها وبالنسبة هنا للراتب الشهري والتذاكر الطيران كل شيء هم زاكرينه في الموقع الرسمي. طيب. تعالا كده نبص على التقديم ونشوف ازاي ممكن نملى. هتيجي تضغط على كلمة تقدم الان دي عشان يفتح معاك التقديم. التقديم هيفتح معاك بالشكل ده. فبيقول لك اول حاجة انت لازم تعمل يعني تحط الايميل والباسورد بتاعك. بس انت كمستخدم جديد ما عندكش ايميل ولا باسورد. تعمل ايت روحا كلمة كريات اكاونت دي وتضغط عليها. تمام? هيفتح معاك الفورم ده وتحط ايميلك وتعمل اعادة كتابة الايميل بتاعك وتكتب الباسورد وتعمل كريات تاني الباسورد وتحط اسمك واسم العائلة وتختار الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا وتعمل كريات اكاونت. تمام كده? لما تعمل كريات اكاونت يبقى انت سجلت معاهم بنجاح تاخد الايميل بتاعك اللي انت كتبته هنا وتاخد الباسورد وترجع تاني لكلمة اللي هي دي اللي هي تحط فيها الايميل والباسورد فانا هحط الايميل مسلا بتاعي وحط الباسورد تمام وبعد كده اضغط على كلمة ساين ان عشان يدخلني للموقع فيفتح معي الموقع بالشكل ده وهنا بقى هتلاقي الجزئية بتاعت البروفيل بتاعك يعني انت لازم تعمل على الموقع ده بروفيل كأنك بالضبط كده بتعمل بروفيل على الفيسبوك مثلا او على تويتر او على اي مثلا حاجة من السوشيال ميديا دي فانت لما بتعمل بروفيل هنا والمنح بتيجي بتشوف البروفيل ده وبتلاقي مثلا انت كاتب كل معلوماتك فهم بقى بيقيموا الطلب بتاعك تمام كده فتلاقي في البروفيل ده بيطلب منك بقى اسمك اه اسم العائلة رقم تليفونك الاميل بتاعك هنا بيقول لك ممكن تحط السي في بتاعك هنا تعمل للسي في وبيسألك بقى سئلة تانية بالنسبة للخبرة التعليمية بتاعتك ايه المدرسة او الكلية اللي انت مخلصها اه ممكن تضيف وصائق اضافية مش مطلوبة بشكل الزامي لو انت مسلا ممكن تحط بطاقة الهوية او صورة جواز السفر الاقامة بتاعتك لو انت مقيم في دولة خارج يعني غير دولتك اه اي وصائق اضافية زي شهادات كورسات اخدتها تحط تاريخ الميلاد بتاعك والجنسية بتاعتك ودولة الاقامة الحالية تكتب لو عندك خبرات في العمل تحط اللغات اللي انت بتعرفها يعني تجهز البروفيل بتاعك وتعمله بشكل كويس تمام وبعد كده بتضغط على كلمة اه لما بتضغط عليها بيدخلك بقى للموقع بتاع الفرصة وبتحط خطاب النية وبتعمل صميت ليها ويبقى انت كده قدمت لي الفرصة بنجاح يبقى هم جزئية هي عمل بروفيل بشكل كويس على موقع اه المنح تمام كده ده بالنسبة لعملية التقديم سهلة وبسيطة جدا وما تنسوش ان المنحة دي زي ما قلنا منحة ممتازة بتوفر حاجات كتيرة جدا ومتاحة للجميع واخر موعد لها هي واحد وتلاتين اغسطس الفين وعشرين فياريت تقدموا لها قبل الموعد وان شاء الله بإذن اللي يكون بالتوفيق ولا بقول لكم في هذه المنحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته